السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو أبنائي وبنات الأعزاء النهاردة هنكمل كلامنا على الكيموس رابيوتيك إيجنت وزي ما عرفنا في المحاضرات السابقة قسمنا الكيموس رابيوتيك إيجنت على حسب الميكانيزم وف اكشن انتو كيموس رابيوتيك إيجنت ذات انترفير ويسيل وول سينسز كيموس رابيوتيك إيجنت ذات انترفير ويس باكتيريال 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 باكتير الى direct acting و indirect acting direct acting يعني ايه يعني بتشتغل على الرن ايه او دي اني ايه وبتمنع السنسز بتاعهم indirect acting زي السالفوناميد اللي بتشتغل على الانهيبشن بيورين سنسز وزي ما انتو عارفين البيورين خطوة مهمة جدا في تكوين نيوتلايك اسد فلما امنع تكوين البيورين يبقى كده بالتبعية منعة تكوين نيوتلايك اسد عشان كده سميناهم indirect nucleic acid senses inhibitors هنبدأ الدياجرام ده بيوضح لنا mechanism of action of sulfonamide البرع مينو بنزوك اسد بيتحول الدي هيدروفوليت بالدي هيدروفوليت سنسيتيز والدي هيدروفوليت بيتحول تيترا هيدروفوليت بالدي هيدروفوليت ريدكتيز والتترا هيدروفوليت اللي هو الاكتيف فورمو فوليك اسد بيدخل في تكوين الدي اني اي او الار اني السلفونامايد بيشتغل على الفرست ستب في تكوين البيورين لتحويل بارا امنو بنزوك اسد للدي هيدروفوليت فبيعمل competitive inhibition للدي هيدروفوليت سنسيتيز الترايميثوبريم والبيرميثومين بيعملوا inhibition ترايميثوبريم واحد من السلفونامايد البيرميثومين واحد من انتي مالاريان دروكس الاتنين بيشتغلوا بنفس الميكازنزم انهما بيعملوا داي هيدروفوليت ريدكتيز انهيباشن زي ما هنشوف بعد كده السلفونامايد عملناها combination بينها وبين الترايميثوبريم لتكوين الكو ترايميكززون اللي بيعمل حاجة اسمها sequential broke sequential يعني ايه sequential يعني inhibition تسلسلي يعني بيعمل السلفونامايد inhibition للfirst step في تكوين البيورين والترايميثوبريم بيعمل inhibition للsecond step فلو حاجة لو السلفونامايد ما قدرش يمنع كل البارا عمله بنزوك اسد من تحويلها الى داي هيدروفوليت يعني في جزء من البارا امانو بنزوك اسد حاولت داي هيدروفوليت ييجي ترايميثوبريم ويشتغل على الخطوة دي ويمنع تحويل الداي هيدروفوليت للتترا هيدروفوليت تمام عشان كده السلفونامايد بكتيريو ستاتيك لكن الكمبينيشن بتوين السلفونامايد وترايميثوبريم بيلوهم بكتيري صيدة الفكت الكوتريميكززول ايجي مسلا في الامتحان واقولك ليه كوتريميكززول is more preferable than السلفونامايد in treatment of بكتيريا او اقولك سيغة تانية ليه الكوتريميكززول is بكتيري سيدل instead of bacteriostatic effect of سلفونامايد فهتقول لي انه بيتكون من السلفونامايد والترايميثوبريم السلفونامايد يشتغل على الفرس ستب في تكوين البيورين والترايميثوبريم يشتغل على الساكن ستب فيما يعرف باسم السيكوينشي البروك تمام السلفونامايد specific لهم selectivity في الانتي ميكروبيا الافكت specific or selective على البكتيريا ليه لانه احنا ما عندناش الداي هيدرو فوليد ريد اكتيز اللي بيشتغل عليه السلفونامايد الهيومان بيجدوا الفوليك اسد في الدايت في شكل الداي هيدرو فوليد مش في شكل البارا اما انه بنزوك اسد تمام فكده السلفونامايد لهم selective antimicrobial activity سلفونامايد are broad spectrum agents they are also active against kelamydia toxoblasma and blasmodium species هما كده بيشتغلوا على جرام بوستيف و جرام نيجاتيب بكتيريا بيشتغلوا against kelamydia والتوكسو blasma والبلازموديم يعني تقريبا كده فيهم نفس السبكترم بتاع التترا سايكلين والكلورام في نيكول مع شوية اختلافين classification of الفونامايد انا عارفة ان في members كتير مكتوبة في الكتاب التزم انت باللي موجودين في الباوربوينت absorbable agent اللي اقدر اخدهم اورا ويحصل لهم absorption زي السلفا دايازين والسلفا ميسوكسازون والسلفا دوكسين non absorbable agent اللي اخدهم اورا ما يحصل لهم ش absorption لكن باخدهم علشان يشتغلوا لو في عندي جي اي تي انفكشن زي يمين زي السلفا جوانيتي طبي الاج اللي ممكن استخدمهم ك اي او اي دروبس زي السلفا سيتامات ترايميسو بريم عند بيرميسامين ترايميسو بريم ده واحد من سالفونامايد البيرميسامين ده واحد من الانتي مالاريال دراجز تاني خطوة في تكوين البيورين عشان كده بيمنعو تكوين التتراهيدروفوليت لانهم بيمنعو الدايهيدروفوليت ريτοكتيز فبيمنعو تحويل الدايهيدروفوليت للتتراهيدروفوليت والتتراهيدروفوليت هو الاكتف اللي بيدخل في تكوين البيوري they have wide safety margin not affect mammalian enzyme is much higher than that affecting bacterial or bottozoal enzyme يعني ايه trimesoprim and pyromesamine الاتنين بيشتغلوا على dihydrofolate reductiles الانزيم ده موجود عندي في الهيوم الموجود في المamylial cells بعكس طبعا ال dihydrofolate sensitives اللي مش موجود في الهيوم مش موجود في المamylial لكن ال dihydrofolate reductiles ده موجود في المamylial فبخاف طبعا ان trimesoprim او pyromesamine يشتغلوا عليه وعملوا انهيبشن ليا في الدين ستايد افكتك كتير trimesoprim والpyromesamine بيشتغلوا على dihydrofolate reductiles وبيمنعوا شغله وبيمنعوا تكوين التتراhydrofolate لهم high affinity للانزيم of bacteria وما بيشتغلوش على المamylian enzyme الا لو خدت منهم very higher doses او very big doses trimesoprim and pyromesamine are used in combination with sulfonamide to produce sequential block اللي احنا دسا بنتكلم عليه of bacterial folic acid senses resulting in synergism ويمكن السينرجزم ده هو اللي بيخلي الcombination يبقى ليها bacteriocidal effect بالرغم من ان السلفonamide لوحدها are bacteriocidal الكمبينيشن سلفاميسوكسازول بلاستراميسو بريم بيدين كوتراميكسازول اللي احنا قلنا عليه والسلفادوكسين مع البيرميسامين بيدين الفازندار اللي بيشتغل كanti-malarial ايه الادفانتش بقى الادفانتش اللي ممكن تحصل نتيجة الكمبينيشن ها تفتكروا ايه اه فعلا السينرجزم افكت انكريز الانتي باكتيريا الفكتي باكتيري صيدل اكشن رغم انه السلفوناميد are باكتيريو ستاتيك لكن لما بعمل بينهم كومبينيشن بيدين باكتيري صيدل افكت لاني في الحالة دي لما بعمل اغمانتش بين السلفوناميد واثر كيموس ربيوتيك ايجن بقلل الدوز بتاعت كل واحد فيهم وبحصل على سينرجستيك افكت فبالتالي بقلل السيد افكت بتاعت كل واحد فيه كوتريبيكزازول is preferred drug in treatment of lower urinary tract infection the use of سلفوناميد كوتريبيكزازول is also used in respiratory infection otitis media gIT infection genital infection and new cystic carinia pneumonia في الاسبتشن اللي بقى هو بيشتغل على الحاجات دي كلها عشان عنده broad spectrum بيشتغل على الجرام negative ويشتغل على الكلاميديا بيشتغل على حاجات كتير او الفاسندول الانتي malaria drug اللي عبارة عن combination between السلفوناميد والبيراميسامين is used in بروفلاكس and treatment of malaria السلفادايازين and بيراميسامين in treatment of toxoblasmosis السلفادوانيدين اللي هو non-absorbable اللي كنت باخده لو عايز اعمل local GIT esterilization في حالات الانفكش والسلفاسيتاميد is used topically for superficial eye infection side effect of cell phone cell phone cell phone zey ما احنا عارفين ومتعاودين في كل chemo probiotic agent المين side effect allergy and GID disturbance بس ده فين GID disturbance ده لو انا باخده auron لكن تيجي في الامانو glycosides وتقول لي ان عندهم GID disturbance ازعل منك قوي ليه هما الامانو glycosides ممكن اخدهم auron sulfonamide adverse effects hyper sensitivity reaction is the most common skin rash articaria fever photosensitivity كمان ممكن يعملوا cross allergy between them and disazide lobe diuretics sulfonyl urea acetazolamide ده نتيجة ال similarity between them ولو انتو فكري لما كنا بناخد ال diuretics كان ده المين side effective diuretics allergy و close allergy with sulfonyl sulfonyl urea بيعملولي كمان كريستالوريا especially with poorly soluble sulfonyl zay sulfadyazine كريستالوريا sulfonyl or acidic image نازلين في acidic drugs وانا ما زي organic acids وما زي uric acid فا كري لما خدتو الجود وكنتو عارفين ان يوريك acid ينزل في urine يعمل لي stones بالزبط كده السالفون ما تعمل تنزل في acidic urine وتعمل لي crystals والكريستالوريا والكريستالوريا ممكن لو انا احملتها تدخلني في نفرات اعليجها زي بقى الحكاية دي تمام اعمل alkalinization لليورين واخد واخد deficiencies السالفون is contra indicated ليه لان ممكن يدخلهم في acute attack of homiletic care مين تاني مين تاني مش لازم كيمس رابيتوك agent لكن drug that is contra indicated in glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency patient مين ها السلسلات صح السلسلات والسالفون اتنين ايه صغم وايه كمان وهناخد بعد شوية كده هتعرف معايا لما تاخد الانتي تي بي هتعرف كمان drug that contra indicated in glucosic phosphate dehydrogenase deficiency patient اللي هو الايزونايزاي وفي الانتي مالر درق عندي درق تين اللي هو مين ها البريمكين البريمكين contraindicated اللي glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency patient يبا كده عندنا تقريبا اربعة درق نعرفهم contraindicated in glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency patient مين هما السلفون والسلسلات وكمان الاسونيزاي والبريمكين ممكن سؤال يجي ويقولك اديني for example of drugs that contraindicated in glucose 6 in glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency patient وقولي اليوز or side effect or other side effect of one يبقى التجمعات مهمة كده هنجمع drugs اللي بتشتغل على glucose 6 phosphate dehydrogenase ولو في deficiency منه ممكن يتدخل في acute attack for amelitic anemia عشان كده drugs are contraindicated with glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiencies تمام ايه كمان ممكن يعمل لي السالفون amide aside effect طبعا ممكن يعملوا لي حاجة اسمها blood discrease يعني blood discrease ويه مكتوب عندك في الكتاب blood discrease معناها abnormal cpc abnormal complete blood picture لو عملت صورة الدم ممكن نلاقي فيها amelitic anemia ده كان عنده glucose 6 phosphate hydrogenase deficiency وممكن يعمل لي depression moon moon maru فاشوف ده في صورة ablastic anemia في صورة granulocytosis rombocytopenia كل الحاجات دي ممكن تبقى في صورة الدم لو عملتها البيش بياخد سالفون amide لفترة طويل كده السالفون amide تمام ندخل على المنبر الثاني اللي بيشتغل على nucleic acid senses اللي هم elkenolones and fluorocynolones دول اللي بيشتغلوا direct بيعملوا direct inhibition لل nucleic acid senses هم direct nucleic acid senses inhibitors البرودراج او الاب الروح للمجموعة هو نلديكسك acid نلديكسك acid ده synthetic يعني ملوش اي natural source with used previously in treatment of urinary tract infection كان يعني الاول نلديكسك acid ده لما اخترعوه كان علشان يعالج الرئيس كان active against mainly grom negative bacteria especially grom negative bacillus لكن عنده شوية disadvantage زي ايه ان هو narrow spectrum اشتغل على grom negative bacteria only كمان كان bacteriostatic مش bacteriocidal high incidence of adverse effect and the rapid development of bacteria resistance فنتيج لكل disadvantage دي بدأنا نعمل modification على الديكسك acid عشان نعود او نحسن في الكاراكتر بتاعه فبدأ دخلوا عليه الفلورايد atom وطلعوا لي الفلورو كينرونز والفلورو كينرونز عندي يعني الديكسك acid ده first generation بعد كده تعامل الت second generation بدأنا نحسن شوية في خصائص الديكسك acid والthird نحسن اكتر والfourth نحسن اكتر واكتر الفيرست generation زي ما احنا قلنا الديكسك acid كان active مني against gram negative bacteria especially gram negative بس الاول الثان generation اللي منها سيبروفلوكسسين والنورفلوكسسين والأوفلوكسسين كانوا بدأت الاكتيفتي against gram بوست بكتيريا تظهر فبقوا active against gram negative و gram بوست بكتيريا بس ما كانوش active against الميسيسيلين resistant staph aureus ولا السريبتون الموني بعد كده عملنا modification عشان نطلع السريبتون generation اللي الممبر بتاحها مني اللي كان اهم ميزة فيه انه active against الميسيسيلين resistant staph aureus و active against strept pneumonia بعد كده جيل fourth generation اللي اللي الميم ممبر بتاحها الموكز فلوكساسين اللي كان active against الانيروب يعني معنى كده ان كل ال generation of keneurones or phorello keneurones not active against الانيروب except الفارس generation only لو فاكرين سؤالنا ايام اللي ما كنا بنشرح الامين و جليكوز وقلنا فيه كل الكيموس رابيوتك agent are active against الانيروب except except مين except الامين و جليكوز كانوا active against الاروب بس وليه ليه هما اكتف اجنس الايروب بس except المونوباكتا لاني كان لها كانت اكتف اجنس جرام نيجاتف بالصلاي ايروب only كان لها نارو سبيكتروم و معظم الفلورو كينولونز except الفورس جنوريش ده طبعا ال structure of كينولونز ده لنا لديكسك أسد في الاول ما عندوش فلورايد آتوم وبعد كده بدأت الفلورايد آتوم دي يحصل addition الفلورايد آتوم عشان أكون ال generations of فلورو كينولونز بفلورايد كينولونز and bactericidal acting by inhabiting bacterial DNA sensors جينولونز They they bind two and then inhibit bacterial DNA gyrantes or tubo isom 2 responsible for negative super coiling required for normal bacterial DNA replacement طبعا انت هتقول لي فيك كتاب مكتوب غير كده مكتوب انه هو بيعمل انهيبشن لديني ايه جايريز اللي هو المسؤول على السوبر كويلينج مسؤول عن الكويلينج اف ديني ايه بعد ما يحصل عشان يقدر يدخل جوه البكتيريال سيل زي ما احنا عارفين ان اللينس اف ديني ايه كبير جدا لكن عشان يدخل جوه البكتيريال سيل بيحصل له كويلينج هو الحقيقة بقى الطبع ايزومريز مسؤول عن الخطوتين مسؤول عن الكويلينج ومسؤول عن الان كويلينج الكويلينج يحصل بعد الربليكيشن يعني بعد ما يحصل ان البكتيريا يحصل لها ديفيجن ويتكون الديني ايه فيحصل سوبر كويلينج عشان الدينيه يقدر يدخل في كل بكتيريا والان كويلينج خطوة الان كويلينج دي بتحصل بيفور ديفيجن اتنين يكونوا دي ان ايه اللي هيدخل في النيو بكتيريا كل واحد منهم هيكون بتاعه وبعدين السراند الاصلي مع يدخل في بكتيريا فمن البكتيريا الواحدة يتكون التوب بكتيريا اللي هو الميتوتك ديفيجن يبقى الطبع ايزومريز مسؤول عن الان كويلينج بفور الدوبليكيشن of dna ومسؤول كمان عن السوبر كويلينج after الريبليكيشن of dna فسواء ده أو ده سواء وقفت الخطوة دي أو الخطوة دي فكده انا منعت ال dna ريبليكيشن they have no effect on human tuba ايزومريز with the usual therapeutic dose يعني عندهم wide safety margin bacteria resistant is very rare because it occurred only due to spontaneous mutation يعني ما فيش plasmid mediated resistance لحد دلوقتي with phallurochinoids هو لحد دلوقتي الفallurochinoids يعتبروا من أحدث المجموعات في الكيمو ثرابيات وانا تمنى طبعا ما حصلش resistance agenicism ده dna العادي بالdna topo isomorize أو dna gyres زي ما انتو شايفين كده بيحصل uncoiling الاول علشان يحصل senses لكمبيلومنتري ستراند ينتفصلوا الستراند بتاعت dna عن بعض وبعدين كل ستراند تكون الكمبيلومنتري dna بتاعها وبعد ما نخلص الخطوة دي كل ستراند ووز الكمبيلومنتري dna يروح على بول من البكتيريا سل وبعد كده تبدأ يحصل للبكتيريا سل وكل واحدة منهم تاخد ال dna ستراند الرئيسي مع الكمبيلومنتري ستراند وعشان ده يحصل لازم يحصل سوبر كوين ل نيو سنسز dna فالتوبة ايزوم ريز مسؤول عن الخطوتين مسؤول عن ال ان كوين لنج بفور dna ريبليكيشن ومسؤول عن السوبر كوين افتر dna ريبليكيشن سبكترام of لوريكين روس زي ما احنا قلنا ان في الاول كان عنده نارو سبكترام كان اكتف من بعد كده زاد السبكترام كل جنراشن بيزيد السبكترام بدأ يزيد الاكتيفتي اجينيست جرام بوستيف وبعد كده بدأ يزيد الاكتيفتي اجينيست الميرسا او الميسيسير الان ريزيستان ستاف اوريس والاكتيفتي اجينيست ستريب تليموني وبعد كده في الفورس جنراشن بدأ يبقى اكتيف اجينيست الانروبك انفكشن فالفلورو كينرونز من الساكن جنراشن عندهم بروديس بيكترام اكتيف اجينيست جرام بكتيريا وكمان اكتيف اجينيست جرام بوستيف از ستافلو كوك كاي وسريب وكلاميديا وميكوب بكتيريا كلهم او سسيتابل تو فلورو كينرونز طيب بما ان لهم بقى بروديس بيكترام كده انتم متوقعين اليوزي بقى ازاي يشتغلوا على كل حاجة يشتغلوا على upper respiratory tract infection والlower respiratory tract infection ويشتغلوا على GIT infection ويشتغلوا على urinary tract infection يشتغلوا على bone يشتغلوا على joint يشتغلوا على skin and soft tissue يشتغلوا على genital infection عن venereal disease دول active agnesic chlamydia ريس بيكترات ريس بيكترات ريس بيكتر بارتوك سابروفلوكسسين انديليفو فلوكسسين which have higher activity against gram post bacteria treatment of tuberculosis caused by multi drug resistance زي ما احنا هنشوف بعد كده في treatment of TB هنلاقي ان احنا بنستخدم اكتر من drug لكن ممكن يحصل resistance اللي المالتو دراج ده فهنلجأ بعد كده للفلوروكينورونز الثبروفلوكسسين والأوفلوكسسين بيستخدموا كأي دروب في for superficial eye infection بيعملوني كمان photo sensitivity auto toxicity بكده كلمنا على كده كلمنا على الكيموثيرابياتيك ايجنت ذات انهابت بكتيريا البروتين وقلنا ان كلهم منهم بيشتغل حاجات دايريكت زي الفلوروكينورونز وكينورونز بيشتغلوا على DNA وبيشتغلوا على DNA جايريز اللي هو اسمه توبا ايزومريز بيمنعوا الانكويلنج او السوبر كويلنج before and after DNA duplication و الكيموثيرابياتيك ايجنت ذات استغل ذات indirect nucleic acid synthesis inhibitor زي السلفون امايد اللي بيمنعوا تكوين البيورين اللي هو first تستفى تكوين الGNA او الRNA وكده عرفنا ال spectrum وعرفنا ال use وعرفنا side effect بتاعت كل واحد فيه يهميني قوي تجمعلي الدراجز اللي بتعمل nephrotoxicity الدراجز اللي بتعمل autotoxicity الدراجز اللي ممكن تعملي neurotoxicity لانه ممكن السؤال ييجي بنفس الكيفية بنفس الطريقة قولك قوللي four كيموثيرابيوتك ايجنت that cause nephrotoxic effect and exibling use or other side effect of one of them تمام يا سنة دلتا ربنا معيكو يا رب ان شاء الله هتقولولي طبعا ان في بعد السالفوناميد drug used in treatment of urinary tract infection دي بقى انا هسيبك تقروها لان هي تقريبا تجميع للكيمو الكيموثيرابي اللي احنا كنا شرحينهم قبل كده هتقولي الكيموثيرابيوتك ايجنت اللي ممكن استخدمهم في علاج الرئيس هما مين سالفوناميد كينولونز بنسيلين كيفاروسفورينز امينو جلايكوزاين يفضل عندك الجنرال ميجورز ان لو عندي الرئيس طبعا من الاحسن ان انا اعمل ودي واعمل باستخدام دول اللي هما زي مين ذي نيتروف يورنيشن ونالديكسك اسد ومنديلك اسد والميسام تقراهم كويس خلي بالكم من نفسكم يا سنة تالتة وبلاشوا الخروج من بيت دومتم سالمين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة